أصعد الله صباحكم وجمعة مباركة للجميع تقس بارد خلال هذه الصباحة على المرتفعات والهضاب خلال الظهيرة مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مشمسة على الوجهة الشرقية والوسطى بعض السحب العبير على الوجهة الغربية أكثر كثفة على شرق ولاية تيندوف صحراء الوسطى منطقة الصورة كذلك شمال الصحر اهتمالي بعض الأمطار على شكل زخات رعدية تقس بارد ميزة هذه الصباحة المرتفعات والهضاب درجتين فقط على باتنا سطيف كذلك الجلفة المشرين عامة والبيض مقايز ما بين أربع درجات إلى ست درجات على السواحيل خمس درجات على بشار عشر درجات على التام نرسل 15 درجات على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله درجات الحرارة المستقرة نرتقي بعشر درجات على المشرين عامة والبيض 17 درجات على العاصمة 15 درجات على الخط الرابط ما بين بسكرال مغير توقورد غرديو وبشار لعشرين درجات على تيندوف أدرار وإليزي 30 درجات على أقصى الجنوب البحر خلال نهر اليوم يبقى هادئ جميل على السواحيل الشرقية ريح ضعيفة لن تتعدى لعشرين كيلومتر في الساعة لكن بحر قليل اتراب على كل مسواحيل وسطى والغربية رياح لن تتعدى لعشرين كيلومتر في الساعة ضمن طيارات شرقية شمالية شرقية أما حول طقس على بعض واسم أمريكا الأمطار إن شاء الله على فانكوفر مع خمس درجات أجواء متقلبة على موريال نفس المقياس خمس درجات فوق الصفر نيويورك أجواء غائمة جوزئين مع 14 درجة كاليفورنيا أجواء مشمسة مع 17 درجة ميامي أجواء مغشات مع 27 درجة دالاس أجواء غائمة كلية مع 25 درجة وأجواء متقلبة على مكسيكو مع 24 درجة وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام الخامسة 30 دقيقة وللتواصل معنا ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية أشكركم على المتابعة يومكم موفق جمعة مباركة وإلى اللقاء